السلام عليكم و مرحبا بكم معالم جديد في كيزاكوب بوليكم الفيديو ديانا ديال اليوم غيكون حول درس دراسة الدوال هو تتم ديال التمرين السابق نعتبر الدالة اف المعرفة بما يلي فدو اكس كتساوي اكس و ستنة ناقص اربعة اكس زي التمانية و قصوم على اكس ناقص اتنى السؤال الاول احسب اشتقاق الدالة سؤال تالي اعطيج دول التغيرات الدالة اف سؤال تالي احسب اشتقاق تاني للدالة اف يعني اف سيكون دو اكس و سؤال تالي ادرس سقعور المنحنة السيدة اف سؤال الاخير انشاء المنحنة السيدة اف منداء على بركة الله السؤال الاول احسب اشتقاق الدالة اف يعني احسبو اف بريم دو اكس اكس و ستنان ناقص اربعة اكس زي التمانية مقصوم على اكس ناقص اثنان هندرول على اشتقاق هنا اغا عندنا اشتقاق ديال او على في يعني اشتقاق ديال او على في بريم هنعرفوه هو في و كاري او بريم في موا في بريم او يعني هي اللي هنطبقونا تساوي اكس و ستنان ناقص اربعة اكس زي الثمانية بريم عامل لي اكس ناقص اثنان ناقص اكس اس esperando ناقص اربعة اكس زي الثمانية عامل لي اكس ناقص اثنان بريم مقصوم على اكس ناقص اثنان الكل الستنان هندر هنا اشتقاق ديال اكس اس displacement عنا هي اثنان اكس اشتقاق دير اربعة اكس ستبقى لنا هي ناقص 4 اشتقاق دي 8 هو الصفر عامل لي X ناقص 2 ناقص X2 ناقص 4X زائد 8 اشتقاق دي الـ X هو 1 اشتقاق دي الـ 2 هو الصفر اذا تبقى لنا 1 مقسومة على X ناقص 2 لكل 6 تساوي هنا يغن دير النشر تبقى لنا 2X6 ناقص 4X ناقص 4X زائد 8 ناقص X وستنان زائد 4X ناقص 8 مقسومة على X ناقص 2 لكل 6 هنا يعدنا 4X وزائد ناقص 4X وزائد 4X عددان متقابلان ناقص 8 مع ناقص 8 ثانيا اذا ستبقى لنا تساوي هنا 2X وزائد 2 مع ناقص X وزائد 2 ستبقى لنا هي X وزائد 2 ناقص 4X مقسومة على X ناقص 2 لكل 6 وبالتالي هذا هو اشتقاق دي الـ F هو X وزائد 2 ناقص 4X مقسومة على X ناقص 2 لكل 6 نكرا لنا ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ثم ناقص 3 ناقص 2 وزائد 3 اولا لدينا F' X تساوي هي X 62 ناقص 4X مقسومة على X ناقص 2 لكل 62 معما يكون X كان يتعمل دة F أولاً هناك سنحدّو الإشارة ديال f' de x بإشارة f' de x أولاً لدينا x-2 لكل أسيطان موجعبة إذن إشارة f' de x هي إشارة x-2-4x نقدروا كتبوا على هذا الشكل نعملوا بx x-4 إذن خسرناً درسوا الإشارة ديال x عامل لx-4 أولاً عندنا هناك x ناقص ما لا نهاية هناك x-4 عندنا هناك هذه العبارة كتن عادم في السفر إذن عوضنا هناك x بالسفر ستعطينا 0 في السفر ناقص 4 هي السفر وإذن عوضنا هناك 4 كتن عادم أيضاً في 4 أربعة عامل لأربعة ناقص أربعة هي السفر يعني كتن عادم في السفر وأربعة زائد ما لا نهاية أولاً بالنسبة لx x عندنا هناك إشارة سالبة في ناقص ما لا نهاية السفر وفي السفر زائد ما لا نهاية موجابة بالنسبة لx ناقص أربعة أن هناك نفس الشيء سالبة في المجال ناقص ما لا نهاية السفر وصفر أربعة أما في المجال أربعة زائد ما لا نهاية إشارة موجابة وبالتالي x عامل لx ناقص أربعة أن هناك ناقص في ناقص ستعطينا زائد زائد في ناقص ناقص زائد في زائد تبقى لنا زائد مع أن x عامل لx ناقص أربعة كتن عادة في السفر وفي أربعة إذن هذا هو جدول الإشارة بالنسبة لx عامل لx ناقص أربعة الآن سنجعله جدول تغييرات إذن هنا بالنسبة لجدول تغييرات دينا ستكون لدينا x ناقص ما لا نهاية حتى الزائد ما لا نهاية أصلاً عدنا دي دو f دينا هي r ناقص اثنان يعني هنا يخصان حي دو اثنان بطبيعة الحال غير معرفة في اثنان كتن عادة ما عدنا f بريم دو x كتن عادة في السفر وفي أربعة هنا إشارة عدنا ديال الإشارة ما بين ناقص ما لا نهاية السفر موجبا ديال f بريم دو x هنا سالبة من السفر الاثنان ومن الاثنان الأربعة عن نفس الشيء سالبة أربعة زائد ما لا نهاية موجبا إذن f دو x ديالنا غدا تكون هنا هي تزايدية عدنا أصلاً حسبنا النهاية في موالا فين يعطينا ناقص ما لا نهاية الصورة ديال السفر هي ناقص أربعة هنا هي اثنان على اليسار حسبنا النهاية ديالها ناقص ما لا نهاية وعلى اليمين زائد ما لا نهاية إذن ستكون هناك عدنا من اثنان الأربعة تناقصية وعند الصورة ديال أربعة هي أربعة إذن هناك قد عدنا من أربعة زائد ما لا نهاية تزايدية والنهاية ديال زائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية إذن هده هو جدوى التغيرات ديالنا نمرو الآن السؤال التالي وحسب اشتقاق تاني للدالة f الآن غدا نحسبه f second de x هنديرو اشتقاق عدنا أصلاً حسبنا اشتقاق ديال f prime de x يعني غدا نعود ونديرو اشتقاق ديال x و 6 2 ناقص أربعة x مقصومة على x ناقص 2 لكل أس 2 هنديرو لها اشتقاق مرة أخرى إذن غدا تصبح حدنا تساوي هنايا غدا نستعملو نفس الخاصية u على v prime كيف درنا سابقاً هتولي عدنا هي المقام x ناقص 2 لكل أس 4 هنايا غدا نديرو x2 ناقص 4x prime عامل لx ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4x عامل لx ناقص 2 لكل أس 2 تساوي هنا غدا نديرو اشتقاق ديال x2 ناقص 4x هي 2x ناقص 4 عامل لx ناقص 2 ناقص x2 ناقص 4x الاشتقاق هنا هي ديال x ناقص 2 كل أس 2 هتعطينا هي 2 عامل لx ناقص 2 عامل لx ناقص 2 prime مقصومة على x ناقص 2 كل أس 4 تساوي هنايا نقدر نعملو بـ 2 هتعطينا هي x ناقص 2 x ناقص 2 كل أس 2 ناقص x ناقص 4x هنا الاشتقاق ديال x هو واحد ومع الاشتقاق ديال ناقص 2 هو الصفر إذن غدا تبقى عدنا هنا اي 2 عامل لx ناقص 2 مقصومة على x ناقص 2 كل أس 4 تساوي هناك اللحظه عدنا واحد عامل مشترك هو 2x ناقص 2 قدر نعملو بها x ناقص 2 عامل لي x هنا نشر x ناقص 2 أس 2 هتبقى x ناقص 2 ناقص 4x زائد 4 ناقص هتبقى لنا ناقص x ناقص 2 زائد 4x الكل مقصوم على x ناقص 2 كل أس 4 ثلاثة هناك اللحظه نقدر نختاز لوب x ناقص 2 إذن غدا تصبح عدنا اشتغاق دياننا غا يصبح على هذا الشكل هناك اللحظه أيضا قدر نختاز لوب 4x مع ناقص 4x نفس شيء بنسبة ل x ناقص 2 إذن غدا تبقى عدنا 4 في 2 هي 8 الكل مقصوم على x ناقص 2 لكل أس 3 إذن هذا هو الاشتغاق الثاني ديال f 2x المرة الآن السؤال التالي أدرس تقاع المنحنة c 2 f باش ندرس تقاع المنحنة c 2 f خاصنا نحدو إشارة ديال f f second 2x اللي خرجت لنا هي 8 على x ناقص 2 لكل أس 3 هنا هي الإشارة ديال 8 مقصوم على x ناقص 2 لكل أس 3 هي إشارة إشارة f second 2x هي إشارة x ناقص 2 وبالتالي هنا غا نحضو إشارة ديال x ناقص 2 عدنا ناقص ما لا نهاية كتن عدم x ناقص 2 كتن عدم في 2 زائد ما لا نهاية x ناقص 2 عدنا في ناقص ما لا نهاية 2 عدنا إشارة سالبة وفي 2 زائد ما لا نهاية عدنا إشارة موجبة إذن f second 2x نفس الشيء تقع نفس الإشارة سالبة موجبة بطبيعة الحال هنا غير معرفة في 2 عدنا حتى كتن عدم عدنا في 2 وبكون هكينا في المقام يعني خاصنا تكون غير معرفة في 2 إذن تقعر cf هتكون هنا عدنا cf إشارة عدنا سالبة يعني غايكون عدنا المنحنة مقعر يعني على هذا الشكل وهنا موجبة يعني cf محدب يعني غايكون على هذا الشكل المرة والآن السؤال التالي اللي هو الأخير أنشئ المنحنة cf المنحنة دينا غايكون على هذا الشكل علاش أولا هنا عدنا هنا عدنا مقارب عمودي معادلة دياله x كي سوي 2 هو هذا وهنا عدنا مقارب مائل معادلة دياله y كي سوي x ناقص 2 اللي هو على هذا الشكل هناك تنعدم في السفر وحصلنا الصورة ديال السفر القيناة هي ناقص 4 إذن غايكون هنا عدنا النقطة عدنا القيناة نقطة نعطاف نفيش هنا عدنا القيناة الصورة ديالأربعة هي أربعة يعني هنا غايكون عندنا نقطة ديال نعطاف وبهذا أدو المنحانة ديالنا cdf هو هذا وبهذا كنختم الفيديو ديالنا وإلى فرصة قادمة إن شاء الله السلام عليكم